السلام عليكم ومرحبا بكم مرة اخرى في فيديو جديد وحلقة جديدة ان شاء الله رمضان كريم الله يتقبل مننا ومنكم القيام والصيام وصارح الاعمال يا ربي كيف كتشوفو في الفيديو دي اليوم ان شاء الله غدي نشوفو مع بعضيات ناكلة دي الوصفات مملحة وشربة وعاصير فبالنسبة للمملحة مني ما كيكونش عندي الوقت كنحضر هاد نوع دي المملحات اللي بدون عاجين يعني كيجي رائع جدا الحشوة بسيطة وغدي تعجبكم بزاف ان شاء الله غدي نشوفو ايضا طريقة دي لتحضير الحريرة المغربية بطريقة ديالي ولكن باسرع طريقة يعني بوقت واجيز جدا غدي نشوفو واحد العاصير اللي صحي مية في المية بلا سكر بلا عسل وكيجي الديد ورائع جدا ما نطولش عليكم ونبدأوا مباشرة في الوصفات غنبدأ بالحريرة هنا عندي تقريبا واحد كيلو لاروب ديال ماطيشة اللي غنحيد لها النباتة وندي لها غي شوية ديال الماء ونخليها تسلق هنا عندي القزبر والمعدنوس اللي غدي نفرمهم في هاد الادات اللي كتسهل علينا في الحقيقة بزاف ديال الحويج تقريبا واحد ربعات المعالق ما بين قزبر ومعدنوس مفروم هنا انا كنفرمهم غير شوية ومن بعد كنزيد لهم نص الكيميا ديال ماطيشة والنص الكيميا ديال البصلة تقريبا عدنا حبة ديال البصلة اذا كيف لاحتوا هنا ماطيشة راها تسلقات بسهولة كنحيدو لها القشرة بعد ما كنحيدو النباتة كيسهل علينا نحيدو القشرة انا ما كنسلقهاش بزاف يعني كنخليها كشد راسها اللي ما بغاش يسلقها راها ممكن غير يحكها اذا هنا نص الكيميا ديال البصلة وغادي نعاود نفرمهم مع بعضياتهم نفس الطريقة كنديرها مع الكرافص اذا كيلولاروب ديال ماطيشة تقريبا ربعات المعالق أقبار ديال القزبر والمعدنوس وتقريبا واحد الكيميا اللي غا تعطينا جوشة المعالق ديال الكرافص مفرومين يعني اخذيت هنا يا الكرافص كان طحنهم غير شوية في الاول ومن بعد غنزيد عليهم دكشي اللي بقى من ماطيشة وغنزيد عليهم دكشي اللي بقى من الحباء ديال البصلة هنا في نفس الوقت كيتفرم الربيع مزيان وما كيدوبش في قلب هاد المكونات يعني ما كيتطحنش حتى كيولي مو ويطلق لنا ديال الخضورة دياله يعني كنضربهم في الاول غير شوية من بعد كنزيد ماطيشة والبصلة غير باش نعاونهم انهم يتطحنوا كنضربوا محجوش ضريبات أخرين صافي وكنضربهم في الكوكوت هنا غدي نزيد تقريبا واحد الكاس ديال الحمص واحد الكاس اللاروب ديال العدس شوية ديال اللحم معلقة كبيرة ديال مركز الطماطم الملح شوية ديال سكينجبير الخرقو معرق وليبزار سكينجبير ما كان كتروش بعد المرات كندير واحد العوية ديال القرفة او لراس المعلقة ديال القرفة مطحونة ولكن اليوم انا ما غديش نديرها وهنا غدي نزيد اللماء مغلي تقريبا ما بينجوجه يطرو تلتلتلتة يطرو ديال اللماء غنسد على الكوكوت وغنخليها الطيب هنا غدي نمشي باش نحضر الحشوة ديال المملحة هديت هنا واحد ثلاثة ديال البصلات خداريين ممكن نديروا اي نوع ديال البصلة خديت مقلادرة فيها شوية ديال زيت الزيتون وغدي نشحر هاد البصلة الخدارية مع شوية ديال الملح وليبزار بالنسبة للملح ما غديش نكتروها هنديروا غيط ريطقة ديال الملح حيث غدي نزيدوا بعض المكونات اللي تيكونوا بالطبيعة ديالهم شوية مالحين غدي نشحر شوية هاد البصلة غير نحس بها شوية ديبالتي يعني ما نخليهاش حتى الطيح وغدا نزيد واحد الكيميا ديال زيتون خضر مقطع طبيعة الحال بعد ما كان نغسلوه مزيان باش كننقصلوه شوية الملوحة دياله غدي نشحر هاد الزيتون شوية مع هاد البصلة غي يلبسيها خاصة تبقى شوية شادة راسها يعني ما خاصناش نخليها حتى الطيح بالساف كيف كتلاحظو غنخلي انا يلبسها شوية شادة راسها وغدي نطفي عليها البوطة وغنخليها جانبا حتى تبرد واحد شوية ونزيد عليها باقي المكونات في هاد اللحظة الحريرة ديالي راها طابت ووجدات هنا اخديت الشوفان اللي انا يا طاحنه ومخليها غير اخديت شوفان رقائق طحنتو ومخليها غير على قبل الحريرة ووصفات خرص صحيين كنديرو بزاف احتف التحليات اذا هنا يا اخديت شوية ديال الشوفان زبلو شوية ديال المكونات كنديرو مع الفورس اللي كان بغيو ندورو بيه الحريرة انا بعض المرات كندير الشوفان وبعض المرات كناخد واحد الحبة ديال البطاطا اللي كان نرميها حتى كتقرب الطيب الحريرة وكنحيدها وكنطحنها وهي باش كندور بعض المرات الحريرة اذا هنا يا بعد ما طابت الحريرة زدت واحد المعلقة كبيرة ديال المركز التماطم زدت شعرية الرقيقة وغدا نزيد هدك الشوفان اللي حلتو شوية ديال الما وبيه غادي ندور الحريرة ديالي عادي كما كان ندورو الحريرة ديالنا اه في هاد الاثناء غادي نرجع للحشوة اللي غا تكون بردت واحد شوية غنزيد لها المعدنوس مفروم وغدا نزيد لها علبة ديال الطون بعد ما قطرناها مزيان من زيت ديالها وغدا نزيد واحد العلبة ديال الريكوتا بالنسبة للجبن الريكوتا خديت العلبة اللي فيها 200 جرام ممكن تديروا اي جبن انتو ما كتحضروه في البيت تحت ادك الجبن البيض اللي كتحضروه في البيت راك يجي رائع في هاد الحشوة هنا يا غادي نزيد واحد الحباء ديال البيض الغرض من هاد الحباء ديال البيض انها غدا تزيد جمع لنا هاد الخالط وغاي جي متماسكو شد راسو يعني الحشوة في قلب هاد المملحة غا جي متماسكو ما غادي قشت فتت لنا الحشوة هنا غادي ناخد الخبز ديال تاكوس اخده اي نوع انا هنا يا غادي نستعمل اللي مصايب من الدرة سوف نأخذ شريحة من الخبز ونضيفها بالبيض هذه أحبها البيض كاملة مع قاطرات الخل التي تربتها وهي التي سوف نضيفها هذه الشريحة الخبز من بعد سوف نغطيها كاملة بالجبن الموزارلة لا يمكن أن نضيف أي جبن ونغطيها بشريحة خورة الخبز التاكوس ونأخذ القطعة ونقطعها بالطريقة التي نبينا لكم في الفيديو على شكل متلاتات سنعود ندهن بالبيض سندهن الوجه هذه المتلاتات كاملة بالبيض وسنقلب المتلاتات الجهة الأخرى كيف سنلاحظوا وسنركبهم على بعضهم كل المتلات نشدوا القاعدة ونركبها على القاعدة المتلات الآخر هكذا باش في الأخير مني غادي نشكلوها غادي تبقى شادة في راسها يعني هاد الأجزاء غايبقوا شادين في راسهم هاد الجزء الأخير كننزلوه تحت من المتلات الآخر كيف لاحظتو كتجي على شكل ديال شميشة وهنا ما بقى لنا غير ننزلو الحشوة والحشوة كنحاولوه أننا ننزلوها يعني فوق من الجزء ديال القاعدة ديال كله متلات وكنمشيوا بها هكذاك ضايرة حتى كنكملوا هادوك المتلاتات اللي عندنا كاملين وكنشدوا راس ديال كله متلات وكنغطيوا به الحشوة هادك البيض راه كيساعد باش كتبت يعني كيتبت هادك الخبز ديال التاكوس كيتبت فوق من الحشوة احنا اصلا ديري البيض الداخل مع الجبن وديري البيض على برا وهادوك الفراغات اللي ما بين كله جزء وجزء أنا كندير فيه هادوك السميطات ديال جبن السوندويتش هادك يبقى غير اختياري يعني على حسب الرغبة ما بغتوش تديروه ما تديروهش وهنا غنعود ندهن الوجه ونديروه إما الجنجلان إما البافو إما أي مكسرات انتو ما يكتفضلوه الفرانس خنتو على 180 درجة مئة ويغن شعل عليها من تحت ومن الفوق الحشوارة طيبة يكفي انها غير التحمر وهذاك البيض اللي ازدناه للداخل شدينا به الحشوة حتى هو يتعقم لنا ويطيب وهذاك يكون الشكل اديال هاكا دي رائعة في الشكل اللي شافها كيقول رها مصوبة بالعجين ويمصوبة بالخبز ديال التاكوس وسريعة يعني قد تحضر في آخر لحظة والحشوة ما فيهاش مكونات كثيرة يعني مكونات بسيطة ولكن المدق ديال هاد الحشوة مع البصلة الخضارية والطون والزيتون الخضار كتجي رائعة هاد الحشوة نتمنى انكم تجربوها وتردو عليها الخبار وده با غا نمشيو العاصر ديالنا ناخد واحد ثمانية الحبات ديال الشريحة اللي غسلتها مزيان وغادي نغطيها بالماء طيب ونغطيها بفيلم أليمونطي ونخليها جانبا واحد ساعة ترتاب وتنفخ نفس الشيء مع حبوب شية غناخد واحد المعلقة كبيرة من حبوب شية وغنفرغ عليها الحليب سخون ونخليها حتى هي واحد ساعة ترتاب المنافع ديالها كتيرة بزاف حبوب شية هنا يشريحة بطبيعة الحال كنحيدو لها ديك النباتها بالنسبة الباقي المكونات عدنا حبا ديال البانان وعدنا نصي تروح تلقي طرولاروب ديال الحليب حسب الخطورية ديال العاصر اللي بغيته غندير كل شيء في الخلاط يتطحن نتمنى انكم تقرأوا على حبوب شية وتستعملوها بزاف تغذية ديالكم راه المنافع ديالها كتيرة بزاف هاد العاصر ما غندير فيه لا سكار لا اعسل لا تشي حاجة كيجي حلو وكيجي لديد بزاف وغد يجب حتى الوليدات ديالكم اكيد انتمنى انكم تجربوه هو من بين العصائر اللي ما كيخطانيش انا يعني طول السنة وخصوصا في رمضان وهذا كيكون الشكل ديال العاصر ديالنا انا كنفضل يكون هكذا خاتر ما يكونش سيح بزاف واللي بغي يزيد المكسرات على هاد العاصر ممكن يزيدها مثلا اللوز القرقاع اي مكسرات انتم ما كتفضلوا وهذا الشكل ديال الحريرة بعدما وجدت وقدمناها يعني المدق ديالها كيجي رائع جدا ما مختلفش نهائيا على المدق ديال الحريرة اللي كتدورها عادي بالفورس او لا باي طريقة اخرى يعني الشوفان ما كيجيش بين في قلب هاد الحريرة وهذه المملحة ديالنا نتمنى ان الاقتراحات دياليوم من الاستحسان ديالكم استودعكم الله احبتي في الله وإلى حلقة قادمة بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة